بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابناء الطلاب. طلاب جريت فايف مع حصة جديدة من حصة ساينز مع شريف الهواري. النهاردة ان شاء الله هنحل سيرة كتاب المدرسة على اللي هما ليهم علاقة بعض اللي منتكلم فيهم عن طبعا. وان شاء الله للمرة اللي جاية هنتكلم فيها عن اللي هو مجنيتزم. تمام كده? طبعا يا ولاد اللي عايز يشترك معنا في القناة ويتابع معنا الحص اللي ان شاء الله هتكون الاسبوع اللي جاي. آآ يبتدي اللي هو يشارك او يضغط على القناة الايكون بتاع القناة. آآ يفتح الصفحة الرئيسية يختار الصفحة الرئيسية او البلايليست الخاصة بجريت فايف. ويشوف ساعتها كل الفيديوهات بتاعة الملهج آآ بتاعته ان شاء الله بالكامل. عشان يجيب اعلى الدرجات في ونصيحة اسمع الفيديو للاخر. وما تجاريش الفيديو عشان خاطر تفهم المعلومة بكاملة وبالترتيب. تعالوا مع بعض نبدأ آآ يونيت وان اللي بتتكلم عن الانيروجي بصفحة عامة. آآ اللي هو ليس فيها يا ولاد كان بيتكلم عن موضوع آآ اللايت. تمام كده? تعالوا نشوف كده اللايت كنا مدعنا. وعرفنا ان نبتكت مع بعض الاجزاء بتاعتنا المهمة. عرفنا ان الصورة اللي بتتكون خلال دي يا ولاد اللي هي الصقوب الضياءة دي. بتكون دايما يا مستر انفرتد اند سمول او نعليها مينيمايزد. مينيمايزد اند سمول. دايما كان بتيجي في العسلة آآ في العسلة على الدرس ده. وشوفتها اكيد في كتاب المعاصر وانتو بتحل. بعد كده اتكلمنا عن طبعا آآ شادو. وقلنا يعني يا مستر يعني دايما كان بتيجي الجملة دي برضو بتطلقاته فيها شوية. ان كل ما يكون الابجيكت قريب من اللايت سورس. كل ما يكون الشادو بتاعك على الحيطة ايه كبير. شادو اكبر. تمام كده? ايه? ايه؟ 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 هيبقى الشادو بتاعه اكبر. طيب ده بالنسبة يا ولاد ليه الجزئية دي. بعد كده اتنقلنا على الجزئية الخاصة يا ولاد بي او او طبعا بتعمل بتنقل الضوء. عارفنا ان في عندنا 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 ده التلتيب الاول اللي هي 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 ما يمر من خلالها. وعارفنا طبعا بتاعت كل واحدة فيهم. بعد كده اتكلمنا عن اللايت ريفليكشن. وعارفنا طبعا ان في عندنا حاجة اسمها ريفليكشن. لايك ريفليكشن ثرو ميرور. اه اللي هو انا طبعا بعمل مراجعة سريعة. وفي عندنا النوع التاني اللي هو بيسموه باسم ريفليكشن. اللي هو طبعا اه لايك مسلا ريفليكشن ثرو مسلا معلقة اه معدنية سرو مثلا اللي هو الوراء الفويل دولت. بعد كده انا اللايت ريفريكشن. وعارفنا ان هو تزا تشينج. انزا دايريكشن اف لايت تغيير بتاع لايت يا ولاد. لما يمر من يعني هنا كان ماشي في اير ومرة واحدة لايت دخل في اوتر. هل الزبيت بتاعت لايت هنا في سرعة الضوء هنا زي سرعة الضوء ما كان ماشي في المياه? لا يا مصدف. عشان كده بيحصل يبقى اللايت ريفريكشن تزا تشينج انزا دايريكشن اف لايت. وين اتبا ثرو تو ميديمز. لما يمر ما بين اتنين ميديا. تمام? لان يا مستر اللي زبيت بتاعت لايت بيحصل لها تشينج فاكيد بيحصل. وطبعا ده كان سؤال جيف ريزو مهم يوى لك جيف ريزو ليل الم بيظهر مقصور في كوباية مية. هاوله طبعا الاجابة بتاعتي المشهورة نتيجة بعد كده يا ولاد طبعا ده كان الجزئية دي. وطبعا عرفنا ان الضوء ممكن يتفكى او يتحلل لسبع الوان عن طريق حاجة اسمها لو تفتكروا. تمام? ويتفكى طبعا اللي هما تمام. ده كان ملخص سريع لليسن وان. تعالوا بقى نشوف اسئلة الكتاب المدرسة على الليسن ده. نبدأ اول سؤال يا ولاد مع بعض. اه لو قال لك في الامتحان اول سؤال هنا جلنا اللينا. طبعا ما ننساش دايما نعمل يا ولاد. حط في اعتبارك دايما هنا اي سؤال هيكون طالب في كوريكشن. يعني الا بقى لو ما تطبش. تمام يعني بس انت في الاعتبار الاساسي انه هيكون في كوريكشن. اوبجيكتس اوبجيكتس شادو اس فورمت بكوز لايت ترافل ان كيرفل لاينز هل انتم ما فينا عالكلام ده؟ اكيد انتم بتجاوه دوراتي برافو عليكم اللي جانا رونج يا مستر. الشادو اس فورمت وده سؤال جيف ريزون ليه جيف ريزون شادو اس فورمت هولو بكوز لايت ترافل ان ستريت لاينز لان اللي تي مستر بيتهرك ان ستريت لاينز طيب. زمون سيمز الليمنس بيكوز الامر بيبدو لامع اموضيء لانه بيعمل اي مسلا انا وفع على الجملتي. المون اذا نوت سورس اف لايت. مون ريفليكت سان لايت. تمام? لكن انا هو بيطلع عضوء من نفسه مصدر لايك ستارز لايك ستارز لايك سن? لا. طيب. اولا حتى يعني ولا زي اللامب مسلا. هو هو اقول الفكرة اي مسلا هو عبارة عن الروكس. الروكس دي بتعمل ريفليكشن للسن لايت. نابر سي يا ولاد. دا بيكتر اس فورميد ان ذا بليم ميرور الصورة اللي بتتكون في البيم ميرور از انفر تيد. هذه الصورة اللي بتتكون في بتكون مقلوبة. انت ينفع وانت ما فقدم مراية هتشوف نفسك مقلوب يعني راسك تحت وليك فوق هقول لي طبعا وقولوا ان هي صورة ملا يا ولاد ابرايت ابرايت او اريكت يعني معتدلة ابرايت ايميج صورة معتدلة. ده اول سؤال موجود عندنا في اكتاب المدرسة. تعالوا نشوف السؤال دي بعده. سانية واحدة. يلا ولاد. السؤال دي بعد هو لك كومبليت ذا فولوينج. آآ آآ ازا ماتيريال. مين الماتيريال اللي هي بتسمح? تمام? للايت ان هو يحصل له انتقال من خلال. ماتيريال ان ميتش لايت كان ترانسمايت رائد. طبعا اس كولد ترانسبيرانت. ترانسبيرانت سانية واحنا الا لام سوايا. ترانسبيرانت متري. طيب. اه اه the change in the direction of light raise when it when the passes through the separating surface between two ترانسبيرانت ميديا. اول ما اسمع يا ولاد كلمة the change in the direction of light. ان اللايت كان ميشي في اتجاه. ومرة واحدة حصله تشينج في بتاعه. ده نتيجة ايه? نتيجة يا مستر ده يعتبر كده يعتبر ريفركشن. عوضرني بقى لم يعلق معي شوية. لايت ريفركشن. لايت ريفركشن. تمام كده? طيب اللي بعده طبعا اللايت بسهولة يقدر يتنين دخلال مين يا ولاد? اكيد يا مستر سترو ترانسبيرانت. سترو ترانسبيرانت متري. لايت كان بيت ايزلي ترانسبيت سترو ترانسبيرانت متري. السؤال اللي بعده جايلكم آآ ساينتيفك ترم. بيقول لك هنا يا ولاد منشن زا ساينتيفك تر. داركند اريا فورمد بهاين ذا اوباك اوبجيك تواند سلايت فولزونت. من الداركند اريا يا ولاد اللي هي فورمد بهايند او بيك اوبجيك. انا حطيت ايضايا يا مستر قدام شمعة. وتكونت داركند اريا تكونت منطقة مظلمة كده. المنطقة دي بنسميه اسم ايه? برافو عليكم اكيد انتو قيبتو. اللي هي الشادو. بتعودتو بانتو 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 شعر الانم. الشادو. اللي بنادر نشوفه يا مستر. اللي هو من سمية ولاد زمانتو قلتو كده برافو عليكم اكيد فيزيبول. الفيزيبول سبكترم يا مستر. فيزيبول سبكترم. طيب. the material which is which you can see material which you can see object clearly behind and in full details. يعني مين الماتيريال زي اللي انت بتشوف الاشياء من وراها يا ولاد يعني واضحة. and in full details يعني بكل تفاصيلها هقوله طبعا يا مستر اللي هي transparent transparent material. transparent material. آآ يا رب نكون كده فهمناها. طيب ده كده كان اسئلة listen one. تعالوا نشوف بقى listen two. نعمله كده سريع مع بعض. تعالوا مع بعض يا بلد نشوف listen two. listen two كان بيتكلم عن وتعالوا نفتكب مع بعض كده زي بنشوف الاكسام الملونة. يعني انت شايف مسلا دي زي بنشوفها كده يا مستر. هقول بنعمل بتعمل ايه? احنا كنا بنقول طبعا وايت لايت full on green body او بصفة عامة يعني شفاف وملون زي ما نشايفين كده. ايه اللي بيعملوا ده? هينطص كل الالوان. فاكرين? كنا بنقولها في الشرح. بس معادة مين تقول يا مستر معادة اللون بتاعه. يقول لنا انا زهقا منك. انا همتص كل البقين بس انت عدي عدي. مين اللي يعدي لك الناحية التانية? اللي هو الجرين. الجرين كالر. انت عنيك تبص من هنا على الازازة دي. مين اللون اللي جال يعنيك? جرين يا مستر. عشان كده اولادها تظهر باللون الاخضر. طيب ده بالنسبة لي. طب في حاجة تانية يا مستر. اه. في اولاد كمان تاني يوه. تعالوا تشوف التاني. اليالو بنانة دي. ايه اللي حصل? امتصت كل الالوان. معادة مين? اللي هو يالو كالر. رجع لك اللون الاصفر على عينيك. عشان كده انت شفته ايه? شفته يالو. او شفتها يالو. يبدأ لو كان كان يبقى يعمل ايه? بص الكلمة يعني يعدي من خلاله. او ينتقل من خلاله. اما لو كان عندي بص الكلمة هنا بقى لان هو مش شفاف. هيخلي اللون يرجعتين. بس اللون بتاعه. يرجع لون. طيب ده يا مستر بالنسبة طيب فيه يا ولاد كمان. كنا بنشوف بها اللي هي المهم ده. اللي انت بتبص على بادي. يعني ايه? يعني ايه? يعني انا بقى بص على التفاحة دي. اللي هي دي. من ازاز لونه احمر. عادي يا مستر. المشكلة. هتنتص كل الالوان. معدر راجعه. طيب الريد ده يعمل ايه? هيقع يا مستر فول اون او يسقط على يعني فول اون ريد جلاس. على ازاز لونه احمر. اللون الازاز يقول له ايه انت جاي انت لوني عدي عدي عدي. عدي. في اللي يحصل? ايه اللي يوصلك ريد. بس هو ذات اتابير زي ريد. القابل دي هتشوفه احمر. لان اللون اللي وصل لعنيك مين برضو في الاخر ريد كلا. امان لو كان يا ولاد ده لونه بلو مسلا. كده انا هخليه بلو دلوقتي. ايه اللي هيحصل هقول كده. ازاز لونه ازرق شفاف طبعا. تمام? اللي يحصل اللي يحصل. طبعا دي لونه ازرق يقول لك انا هاخد اللون الاحمر ده مش لوني ده انا همتصه. هل في لون جالك? هل في حاجة جات لك هنا? لأ. ما فيش وصلني عشان كده انا هشوفها لونها اسود. امتى? اتفعنا يا ولاد? طب دي كانت اهم النقطة اللي موجودة في في الليسون ده. وطبعا عرفنا زي الخلط الالوان اللي مالبرايماري كالرز وي الساكند كالرز. ياريت نرجع للفيديو تعالحصه عشان نفتكر. يلا نشوف مع بعض كده سئلة الدرس التاني. آآ كومبليت ذا بريزم سبريت سان لايت انتو. هقول له طبعا بيفك اللون او ضوء الشمس لي سيفن. انتو سيفن. كالرز. ثاني واحدة شاء العلم. نمبر تو. سبيس اوبجيكت هف السيم كالر افزال لايت ويتش ترانسميتد ثرو ات. خلا بنا مسؤال ده عشان نلاقينا كتير في المعاصر وفي الامتحانات. سبيس اوبجيكت هف دا سيم كالر افزال لايت ويتش ترانسميت او ترانسميتد ثرو ات. طيب ركز معك. لو دا ازاز لونه. بلو. بلو جلاس. هيعمل ايه? هتقولي يا مستر هيمتص كل الالوان اكسبت بلو. صح كده? يبقى هو الازاز دا ظهر لونه بلو عشان هو اللون اللي عده منه بلو. طب لو كان اللون اللي عده منه لونه احمر يبقى اكيد كان الازاز دا لونه ايه? لونه احمر رد. يبقى. الكالرد الكالرد ترانسميرانت اوبجيكت هاف زا سيم كار افزا لايت ويتش ترانسميتد. ليه نفس اللون بتاع الضوء اللي بيعادي منه. مش فاهمين يا مستر. يعني من الاخر كده انا لو اجاب لك الازاز دا هو مخبية. مخبي عنا عينيك. وقلت لك ان للنون اللي خرج منه نون احمر. تقولي يا مستر بقى اكيد دا ازاز احمر. ليه? لان هو يا مستر اكيد هيعمل افزوربشن فور اول كالرز ايمتص جل الالوان اكسبتت كالا ريت كان بازت ريت. معدى الوضو الاحمر هي عدي منه. يبقى ان الاحمر عدي وهو كانو احمر. يبقى معنى كده يا ولاد ان الكالارد. كالارد ترانسبيراند. ثانية واحدة. الكالارد. ترانسبيراند. نفس اللون بتاع اللون اللي بيعدي منه. نفس الكلام بزبط. نفس اللي فوي. بس هنا كان اما هنا كان هناك كان اما الاجابة هنا هتبقى كالارد 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 تمام يا ولاد. طيب اللي بعده معايش ما احنا نعلم القلم في مشكلة فهو اللي عامل الخط بالشكل ده. آآ سبيس اف دارد لايت سترايكس اواي بول ات لوكس انت عندك كورة نهار ابيض. ونزل عليها الريد اللون اللي بيت معروف ان هو اي لون بيعكسه. ما بيحبش حد. صح كده? ايه اعمل ايه? مش ابزور بقية فهو نزل اللي يرجع ايه? اللي يرجع ريد برضو. ايه انت هتشوف الكورة دي لونها ايه? لونها احمر. تخيل انت حاطت كورة بيضة ومسلط عليها ضوء احمر. هتشوف القطع ايه والضوء اللي نازل على الكورة ده اعمل ايه لون احمر على قورة. يبقى اللي جبق ايه? if the red light strikes a white ball. it looks in red color. red green light and blue. طبعا ايقوال اعرفين طبعا لنهما الريد والجرين وبلو لهم البرايمري كالر بدوني white white light. white light. طفا انا اولاد white light. دعال نشوف سؤال كمان. the seven colors in of light which sunlight is made up of. مين السبع الواني نحنا عرفينهم بيسمون باسم يا اولاد? spectrum. spectrum. colors. spectrum colors. طيب اللي بعده? the color which you get by mixing two colors of the primary light colors. تاني كده? مين اللون او الالوان اللي بتيجي من خلط اتنين مع بعض? برافو عليكم اكيد انتم بتجاوبوا اللي هما secondary colors. secondary colors. secondary colors. secondary colors. طيب اللي بعده? but right or wrong. then correct word. when white light strikes red rose. لو اه ضوء ابيض سقط على وردة لونها احمر. it reflects the white color. هل بتاعكس white? تاني كده يا مستر. هي الوردة اصلا لونها احمر. اهي وليكن دي الروز اهي. تمام? red rose. وردة لونها احمر. وسقط عليها ال white light. ال white light اللي هما how many colors? seven colors. it absorb all colors يا مستر. except red it reflect. بالظبط كده. يبقى when white light strikes a red rose. it reflect the white color. هقوله طبعا wrong. هتعكس ال red اللي هو اللون بتاع. an object seems white since it reflect all the colors. ال object بيظهر ابيض لانه بيعكس كل الالوان. which white light is made above. اللي هو طبعا اللي بيتكون منها ال white light. هقوله دي صح. تمام. برافو عليكم. يبقى الاولى كانت wrong. واللي جالها بتاعتها او تصحيح بتاعها red. تاني واحدة. if you look at the yellow banana. it seems black. طبعا احتفقنا يا ولاد. لو انت بتبص على لون. على حاجة ليها لون معين. وليه يكون yellow banana اهي. اهي. تمام? ولا ببص عليها من red glass. اي حاجة غير لونها هتبنى ان هي black. تمام? يبقى يقول لي it seems black هقوله ايه? هقوله right. هقوله right. number d yellow magenta and cyan are primary light colors. هل هم ال primary? طبعا wrong. not primary دول secondary secondary. secondary light colors. واحد تاني يقول لي يا مصر انا عايز اصيب كلمة primary واصلح حاجة تاني. ماشي? صلح لالوان بقى. بتكتب red green and blue. اهو اللي بعدها. red green and blue are primary colors اقول له right. والاجابة كانت تمام. كده يا بلاد خلصنا اسئلة الدرس اه او الدرسين الاول والتاني في يونت وان. اه ان شاء الله الحصة اللي جاية. هنبتدي ناخد اسئلة لسن اه ثري ولسن فور ماجنيتزم. اه طبعا اللسن الاول ماجنيتزم. اللسن فور اللي هو ماجنيتزم. اه كل التوفيق لكم. وتابعوا الحصص كويس جدا واراجعوا دروسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.